السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة وبدون مقدمات كيف تتخلص بشكل نهائي من حساسية الأنف وحساسية الجلد وحساسية الجيوب وأيضا حساسية العين والحساسية من بعض أنواع الأطعمة وما هو النظام الغذائي والمكملات الغذائية والنصائح الهامة لعلاج أمراض الحساسية بشكل نهائي علاجك للنتائج فقط غير مجدي يعني علاج الحكي وسيلان الأنف والعطس والإحمرار وغيرها من الأعراض المزعجة العلاج النهائي يكون بعلاج أصل وجذر المشكلة وعلاج السبب الأساسي يعني تناول قطرة عين أو أنف أو تناول أنتي هستامين حب مثل كلاريتين مثلا قد يخفف الأعراض لكنها لن تزول إذن علينا بمعالجة الأسباب وهي التعرض للغبار ووبر الحيوانات والطيور وغبار الطلع والأزهار فهذه المحسسات تسبب ظهور أعراض الحساسية العطاس حكة الأنف سيلان الأنف حكة البلعوم سقف الحلق وحكة العين وأحمرارها وأيضا الحكة الجلدية والطفح الجلدي كما أن ارتشاح الأمعاء يعتبر سبب رئيسي للحساسية وظهور أعراض الحساسية وأيضا من الأسباب أمراض الجهاز الهضمي والقولون وحساسية لغلوتين فهذه الأمراض تسبب حدوث جروح وفتحات في أغشيت وجدار الأمعاء فتتسرب السموم والفضلات والبكتيريا من الأمعاء إلى الدم وهذا يؤدي إلى تهيج مستمر في الجهاز المناعي والإصابة بأمراض الحساسية أنصحك بالابتعاد عن جو الغبار والتدخين والتعامل مع وبر الحيوانات والطيور ومع غبار الطلع والأزهار أنصحك أيضا بالابتعاد عن استخدام العطور وصبغات الشعر ومواد التنظيف الكيميائية والبخور أنصحك بارتداء ألبسة قطنية وخاصة الألبسة الداخلية وأنصحك عند العودة من مشوارك في الطبيعة إلى المنزل بخلع ملابسك وغسيلها والاستحمام للتخلص من المحسسات ومركبات الحساسية التي التصقت بثيابك وبشرة وجهك ويديك أنصحك باستخدام كريمات مطرية لتخفيف جفاف الجلد وتهيج الجلد أنصحك أيضا بالابتعاد عن تناول بعض الأطيمة وخاصة في موسم الحساسية فأعراض الحساسية تزيد حدتها في الربيع والخريف وعند بعض الأشخاص تظهر الأعراض على مدار أشهر السنة لذلك أنصح بالابتعاد عن تناول الحليب ومنتجات الألبان والابتعاد عن تناول الجلوتين والحبوب المكررة والمعجنات أنصحك أيضا بالابتعاد عن تناول السكر الأبيض المكرر والحلويات والزيوت النباتية السائلة والمهدرجة أنصح بالابتعاد عن تناول الأطيمة الجاهزة واللحوم المبردة والمعلبات والمياه الغازية والعصائر المصنعة والكتشاب والميونيز أنصح بالابتعاد عن تناول الصوية وفول الصوية والفول السوداني والذرة والشوكولة أنصحك أيضا بالابتعاد عن تناول التين المجفف والفواكه المجففة والزبيب والتمر هي أطعمة مفيدة جدا لكنها غنية بالهستامين أنصح بالابتعاد عن تناول المكسرات والمخللات وخل التفاح فهي أيضا أغذية مفيدة لكنها غنية بالهستامين أنصحك بالابتعاد عن وضع الأطعمة في الثلاجة وعدم تناول أي طعام محفوظ في الثلاجة فهي أطعمة عارية الهستامين وتسبب ظهور أعراض حساسية أنصحك أيضا بالابتعاد عن تناول الباندورة الطماطم والباذنجان والفراولة الفريز والموز والكيوي والأفوغادو والبطيخ فهي أطعمة عارية الهستامين وتسبب أعراض حساسية أنصحك بتناول اللحوم الطازجة بدلا من اللحوم المعلبة واللحوم المصنعة مثل الهوتدوغ والنقانق أنصح بالابتعاد عن تناول البيض مع أنه من أكثر الأطعمة غنى وفائدة لكن مريض الحساسية يجب أن يبتعد عن تناوله لمدة 3 أشهر على الأقل أنصح بتناول بذور القرع والكتان وبذور السمسوم وبذور دوار الشمس كبديل للمكسرات أنصحك بتناول الكلاوي يعني كلية الخروف أو كلية البقر الغنية بأنزيم DEO وفيتامين B12 وزينك وسيلينيوم مرة أو مرتين أسبوعيا وأنزيم DEO أصلا تنتجه الكلية وهو المسؤول عن تخليص جسمك من الهستامين لذلك نقصه يسبب ارتفاع الهستامين في جسمك وظهور أعراض الحساسية أنصحك بتناول شاي القراص أو القرص فهو مفيد وهام جدا في تقليل مستوى الهستامين وتقليل أعراض الحساسية أنصحك بعدم تناول مضادات حيوية بدون فحص الطبيب لسبب ولغير سبب فالمضادات الحيوية تضعف الجهاز المناعي وتقتل البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي المضادات الحيوية تعطى فقط بإشراف الطبيب عند وجود التهاب وبكتيريا وحرارة مرتفعة طيب ما هي المكملات الغذائية الهامة والضرورية لمريض الحساسية أنصحك بتناول كولاجين أوميغا 3 فيتامين دال ماجنيزيوم برو بايوتيك وأيضا بتناول مكمل غذائي غريس فيد كيدني وهو مكون من كلاوي بقر يتغذى على العشب يأخذ حبة ثلاث مرات يوميا لمدة عشرين يوم إلى شهر ثم مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيا لمدة ثلاث أشهر المكملات الغذائية الباقية يتم تناولها بشكل عام حبة يوميا لمدة ثلاث أشهر دائما اختار أنت الشركة التي تناسبك وتثق بها عند شرائك للمكملات الغذائية المكملات التي ذكرتها هامة جدا في علاج ارتشاح الأمعاء وبالتالي تخفيض مستوى الهستامين والتخلص من أعراض الحساسية عندما تتراجع أعراض الحساسية وتختفي بعد ذلك بإمكانك العودة لتناول الأطعمة الممنوعة لكن بالتدريج نوع نوع يعني لا ترجع لكل الأطعمة دفعة واحدة كل ثلاث أيام عد إلى نوع منها وبكمية قليلة إذا لم تظهر أعراض حساسية بإمكانك الاستمرار في تناول الطعام وفي حال عودة الحساسية يجب الامتناع عن هذا النوع تماما وبشكل دائم وأيضا عندما تبدأ بتطبيق حمية الحساسية والممنوعات سجل على ورقة بشكل يومي ماذا تتناول من طعام وابدأ بالامتناع عن الأطعمة التي ذكرتها تدريجيا وراقب الأعراض وتراجع الأعراض وتحسن حالتك أنت بهذه الطريقة فقط يمكنك أن تعرف تماما ما هي الأطعمة التي تسبب لك الحساسية لتبتعد عنها وليس هناك حالة مريض مطابقة لحالة مريض آخر مع تقلب الفصول واختلاف الجو تحدث تغيرات وتظهر حساسية عند بعض الأشخاص نتيجة هذا التقلب هؤلاء الأشخاص لديهم ما يسمى استعداد وراثي أو أرضية أو تربة تحسسية لذلك تظهر عندهم حساسية أنف حساسية عينين حساسية صدر وحساسية جلد حساسية الجلد تكون على شكل طفح جلدي وحمرار وحكي وتهيي الجلد تظهر هذه الأعراض خلال فترة تقلب الفصول شهر إلى شهرين خلال هذه الفترة أنصح باتباع التعليمات والنصائح الهامة التي ذكرتها بكل تفاصيلها إذا كنت مريض حساسية أي نوع من أنواع الحساسية لا مانع من تناولك لكلاريتين حب أو استخدامك لقطرة أنفية أو عينية تخفف أعراض الحساسية لكن هذا العلاج بالتأكيد لا يكفي لأنه علاج للنتائج وللأعراض أنصحك كعلاج نهائي لكل أنواع الحساسية بمشاهدة الفيديو وتطبيق كل كلمة ونصيحة ومعلومة ذكرتها وستكون بخير بإذن الله أذكركم أيها الأحبة بالاشتراك بقناتي وتفعيل زر الجرس ومشاركة الفيديو عن طريق الضغط على زر المشاركة كي يصل لأكبر عدد من الناس وتعم الفائدة الأشخاص الذين يدعمون قناتي بميزة شكرا هذه الميزة المتوفرة في معظم دول العالم أنا أشكركم من القلب شكرا لكل من يدعم قناتي على اليوتيوب بمشاهدة كل فيديو من بدايته حتى نهايته وشكرا لكل من يكتب تعليق جميل على الفيديو فهذا يلعب دور أساسي بنجاح قناتي واستمراريتها وشكرا لمن يشاهد فيديوهاتي من أجل الثقافة والفهم والمعرفة ويدعمها بالإعجاب وبمجموعة من المشاهدات والتعليقات في كل فيديو وضع التعليق مثبت يوضح طريقة التواصل معي من أجل الحجز للاستشارات الطبية تابعوني دائما كونوا بخير بإذن الله كنت معكم أنا الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته